مباراة مازنبي بالتأكيد هتكون الشغل الشاغل لكل جماهيري النادي الاهلي في الايام القادمة نهاردة الاثنين الفريق لسه راحة سلبية بكرة ان شاء الله اول مران جماعة للعبين وزي ما قلت لكم بالامس بشرة خير كل اللعيبة اللي كانت مصوبة في الفترات الاخيرة هتبدأ تشوفها في التدريبات الجماعية ابتداء من بكرة فكرة بقى المشاركة من عدم المشاركة دي وجهة نظر فنية لمارس الكولار ولكن الفرق عشان تكون كامل العدد بإذن الله ان شاء الله من بكرة هتلاقي كل اللعيبة بما فيه محمد الشناوي وامام معشور واحنا بارح اتكلمنا في كل التفاصيل المتعلقة بملف المصابين وشرح لحضراتكم كل واحد جاهز ازاي بيستعد ازاي نتائج الاشعة اللي اتعاملت في الايام الاخيرة القرارات الخاصة بالبرتكول الطبي لدكتور احمد جبالله الحمد لله ان بارح اتكلمنا في الملف ده ويمكن عمل رد فعلي ايجابي جدا الناس كانت سعيدة جدا ان فيه اخبار جيدة في ملف المصابين خلال الفترة اللي جاية مباراة مازينبي مباراة لا تحمل القسمة على اتنين محتاج تكسب بأي نتيجة واحد سفر اتنين واحد تلاتة اتنين تكسب عشان تتأهل ومن يعتقد ان المباراة سهلة فهو واهم المباراة صعبة جدا ومازينبي مش هدي مثال على مباراة بيترو اتلاتكو ان قدر ينجح ويكسب بطل انجولا خارج ارضه اتنين واحد بعدما تعادل ثلبيا على ارضه في المنباشي لا مازينبي من الفرق اللي بتعرف تلعب كورة كويس جدا خارج ملعبها بتعرف تلعب كورة كويس جدا خارج ملعبها والمباراة لو البعض بيستسهل ان النتيجة ان انتهت بالتعادل السلبي فاحنا في القاهرة بهدف نتعهل اوكي النتيجة ممكن فعلا بهذا الشكل تؤهل الاهل للنهائي ولكن التركيز انت محتاجه في التسعين دقيقة والمسندة الجماهرية ايضا انت محتاجها في التسعين دقيقة محتاجها في التسعين دقيقة الحضور الجماهيري ان شاء الله بإذن الله خمسين الف متفرج والتذاكر النفدد بالكامل الحمد لله الاستاذ هيكون كامل العدد استاذ القاهرة الدولة هيكون كامل العدد نقدر نتكلم على اكتر من خمسة وسبعين تمانين في المية من السعر رسمية للأستاذ هتكون ممتلئة بجماهير النادي الاهلي واللون الاحمر هو اللي يكون بيضغى على شكل مدرجات استاذ القاهرة وبإذن الله ان شاء الله يكون يوم في احتفالية جيدة بالتأهل للنهائي التاريخي لان الاهلي وصل الى النهائي في دوري ابطال افريقيا 2020 امام نادي الزمالك كان نهائي القرن و2021 امام كايزر تشيفز في المغرب و2022 النهائي الشهير امام الوداد اللي فاز بالوداد بقرارات تاريخية للاتحاد الافريقية كلها قرارات خارج اطار القوانين واللوايح و2023 ايضا نهائي امام الوداد واستطاع الاهلي يعني تحقيق البطولة وكسر اللوايح التي قسرها الاتحاد الافريقي في العام الماضي او قبل الماضي في عشرين اتنين وعشرين فالآله اللي لعب اربع نهائيات في الفترة الاخيرة النهائي الخامس اللي قالها الاعتابه ويقدر يحقق رقم قياسي لم ينجح اي نادي في العالم تحقيق هذا الرقم الا ريال مدريد في الستينات ريال مدريد هو النادي الوحيد على مستوى العالم اللي وصل لخمس نهائيات تاريخية في الستينات فالآله على مشارف رقم قياسي جديد فانت بتتكلم فيه تركيز استعدادات مباراة صعبة جدا محتاجة مسندجة مهرية كبيرة وتشجيع من نار في استاد القاهرة لانك على اعتاب نهائي ممكن يكون نهائي تاريخي وتكتب رقم قياس جديد شوف انا بكلمكم على مباراة فيها كذا عنصر ممكن يكون محتي يعني لو انت عايز تشحن نفسك معنويا للمباراة كل جهة عناصر اكيد تدخلك انت على المباراة وانت فيه اتم الجاهزية وفيه اتم التركيز لخوض هذا اللقاء الصعب اللي بيزننا نتمنى الاهلي يكون موفق فيه ترجمة نانسي قنقر